لازم بقى بيتس موسماني يعلم لعبته حاجة مهمة جدا السالي فاتت احيان كتيرة متقدم واحد صفر ومش بأمن الجون بتاعي ده وباستنى لنهاية المباراة اشوف جبت التاني اوكي ما جبتش الجون التاني اروح مغير تلوية اللعب ولاعب الاربعة تلاتة اتنين واحد عشان ظنن مني ان انا هأمن خط الوسط واعمل زيادة دفاعية فبالتالي تحفظ لعناطية ودي النادي الاهلي وقع فيها كتير قوي 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 والفرق اللي قدامه ادرت انها تاخد منه نقاط بالتعادل لأ انت مش محتاج بقى تعمل الكلام ده السنة دي خالص انت تقدر عايز تبدأ اي مباراة بتلاتة اربعة تلاتة انت خر تعمل انت في الاخر الطريقة هجومية انت بتهاجم بها زي ما قلنا بخمس لعبين لانتنين الفول باكس بتقعك بس مهمش فول باكس في الطريقة دي ومعاك تلاتة قدام يعني فيه خمس لعبية وكمان واحد من عمر السلية او واحد من قاله جانج انضم الهجوم بقيت تلعب بست مهاجمين طيب لو الاتنين بتلعب بسبع مهاجمين سبع مهاجمين في الهجوم العادي بتاعك فبالتالي ده اوبشن بالنسبة لك طيب اتزا نقت على طول غير الطريقة بتاعتك للاربعة اتنين تلاتة واحد الاعتيادية ابعد تماما 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 انك تلعب به ثلاثة في خط الوسط بنية دفاعية لها مش تحصل الشكل الدفاعي ده النادي الاهل ممكنش تعود عليه وعشان كده نشوف النادي الاهل السنة اللي فاتت كان بيكسب الفرقة الكبيرة وبيعن مش النادي الاهل رغم ان هو السنة فاتت عادل مع في مبارتين لكن النادي الاهل كان هو الطرف الافضل مباراة كسبان فيها اتنين واحد ومحمد الشيناو بيقض غلطة صعبة جدا ماتش دوله الاول صفر صفر وينادي الاهل اتلغاله هدف سليم وما تحسبت لهش رقل الترديح السليمة فالنادي الاهل كان بيلاعب الفرقة الكبيرة كويس بيلعب وبيطلع بندية كويسة حتى معانية الزمالك كسبان اتنين واحد ومتعادل واحد واحد فبرده واخد اربع نقط نقط نيل الزمالك اللي هو بطل الدوري فكلها الحياة كويسة لكن مين يضيع عليك الدوري يضيع عليك الدوري الفرق اللي في مؤاخرات الجدولي الفرق اللي بتلعب زون ديفنس الفرق اللي تخنق الفرق الكبيرة انا شايف النهاردة بداية جيدة لبيتسو موسيماني ان هو يحاول على قد ما يقدر يستغل الشكل ده ولازم في طبعا الموضوع مسهل اللي هو زي ما النهاردة سنة 4 صفر هنقدر في كل مباراة نحن نحقق اسكول لا الموضوع محتاج منك توظيف جيد للعبين محتاج انت زي النهاردة تعمل تبديلات كويسة زي تستغل المباراة وتقسمها على توقيتاتي زي النهاردة مثلا مثلا فجة نظري كان ممكن في نهاية المباراة او انا شفت ان شوته اوي خصص صفر كنت ابقدر تغييراتي شوية وخليها مديها ستين بحيس ان هي تدي لي تجربة للعبين تاني ولكن تاني بشوف ان احنا بقدر مكسب كبير اوي 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 لان نادر اهل لسه حسام حسن عايز وقت لسه طبعا عمار حمدي عايز وقت حسيني الشحق وكهرباء انا برضو كهرباء كان واحد من النجوم النادي الالف ماتش الحرس الوطني بطر النيجر اه كهرباء النهاردة ربما مفيش مساحة ان هو يشارك في المباراة بسبب كترة اللاعبين يدعوه على الاجنحة فكلها حلول وكلها اه زي ما قلت خيارات عند بيتس موسماني ان هو طبعا اكيد الفترة الجاية بعمده ضغط مباراة سواء في الدوري او سواء في دوري ابطال افريقيا ولكنها محتاجة بقى قرارات سليمة ازاي النهاردة واحد احمي لعبتي من الاجهاد المفرط ازاي النهاردة استخدم واستغل التاكتكس المفيدة للسكواد دي اللي انا فعلا فعلا كابتن امير التوفيق في الحالة الاخيرة من برنامج البيت الكبير علاقات النادي الاهلي قال كلمة كوية جدا النادي الاهلي مش بيملك اقوى سكواد في مصر النادي الاهلي بيملك اقوى سكواد في افريقيا دي حقيقة ثابتة وكل اللي شافوا مباراة الاياب في دوري السبتاشر لدوري تنو تهتين لدوري ابطال افريقيا حقيقة حقيقة واضحة اللي شاف ماتش الترجي مع الاتحاد الليبي الترجي فعلا بعيد جدا ربما بس الفرقة اللي ها محافظة يعني على شكلها شوية الوداد والرجاء هم دول محافظين شوية والنجم السحيلي بيحاق بس برضو ستيل النجم السحيلي لسه معتمد على الشخاوي واللعيب القديم وكمان تبعا مش هدين انسى وبردو فرقة يعني ربما الفرقة الجزائرية اللي قدروا يعوضوا اااا التأخف مناطشات الذهاب ااااا شابه لوزداد وشببت القبائل قدروا انه هم يعوضوا الفأخر اللي كان عندهم في بوبارات الذهاب بس تيل فعلا انادي الاهلي بيملك فعلا اقوى قايمة في افريقيا طول ما انت معك سكوات قوية تقدر بقى تنوع. تعمل اللي انت عايزه. نفعل. نقطة مهمة برضه لانتمكنون عارفينها. بيرسي تاو واضح كده ان هو لما بيلعب في عمك الملعب بيقدر يغطي مساحات كبيرة. لسه ما شفناش الدوتو بتاع بيرسي تاو محمد شريف. احنا شفنا دوتو افشا وشريف. والدوتو ده ناس كلمت عليه كتير سواء في النادي الاقلي اصفة منتخن. لسه ما شفناش دوتو بيرسي تاو محمد شريف هي بعمل ازاي. فكل دي خيارات عند بيتسو موسماني يقدر يستخدمها ويستغلها خلال الفترة الجاية عشان يقدم شكل كويس في الفترة هي. وضعا في الاعتبار ان هتيجي اكيد فترة في الموسم هتبق انت مضغوط في التغييرات. مش هقضي يعني النهاردة لو مسلا قررت ان كل مباراة بلعبها تلاتة اربعة تلاتة في جزء من الموسم مش هقدر ان انا العب المباراة على حسب المنافس. الا بحالة واحدة لو انت حققت الانجاز بتاع رينيفايلر وجوزيه اللي هو ايه بقى ان انا بخلص الدوري من الاسبوع الاول في الدور التاني. فبيبقى عندي ما يكل عن خمستاشر اسبوع او اربعتاشر اسبوع المنشط في ودية ليه عندي جاب. جوزيف الفين واربعة الفين وخمسة فنش الدوري فارق نقاط عن صاحب المركز التاني فوق العشرين نقطة. فبالتالي بيلعب منشط دوري التاني زي ما هو عايز انا حر. بجرب ده وجرب ده ليه تركيزي بقى في افريقيا خلاص الدوري. انا عندي فجوة عشرين نقطة. هترجع عليها ازال. لان فيلر عمل نفس الامر في الموسم ان هو كان بيلعب فيه. فكل دي ظروف ممكن. تخليك اه تلعب مباراة زي ما انت عايز. لكن. عمرك ما تعمل كده غير لما تحقق ده. فبيتس موسيماني الطبيعي. كتاب الكرة بيقول ايه? هيجيلك وقت لازم تثبت التشكيل بتاعك. وتثبت طريقة اللعب. النهاردة ثلاثة اربعة ثلاثة ابدت نجاح فائق مع الفريق. اكيد مش هنينفعي لعب بيها كل مباراة. لان استحالة هتقعد محمد شريف. وحسان حسن بودلة من بداية المباراة. ده صعب جده برضه موجود محمد شريف مهاجم رقم واحد في مصنع. مصنع محمد صعب صعب نفتعمل ده كل مباراة. فبالتالي هي عملية توازنات. ازاي النهاردة? اجي. استغيل للطريقة دي. في مباراة النهاردة انت فعلا خلالتنا لإسماعيل. حال النهاردة دي الطريقة المصلة. للفريقة دي ربما. هنشوف ده امتى? الماتش الجاي. الماتش الجاي دي الاهلي عنده البنك الاهلي. البنك الاهلي فرقة ضيعت على الناد الاهلي السنان اللي فاتت اربع نقاط في الدول. وتعادوا في الزهاب في الدول الاول وتعادوا في الدول التاني. ماتش الجاي كمان لسه خارج من انتصار ساحق على طلاع الجيش بضل. السوبر كسب ثلاثة صفر. فخالج جلال داخل المباراة بمعنويات كويس. فدي برضه اختبار جيد محتاجين نشوفه. لبيتس موسماني هيعمل ايه? في مع فريق. بيلعب بنفس العقلية. واسيد لك الكرة في نصف ملعب تعمل اللي انت عايزه. هنشوف بيتس موسماني لان بعديها. مباراة القمة. وآآ يعني الطرق الموردة القمة. لازم اليو ديانجة بصراحة. يحمد ربنا ان هو النهاردة اضطرب بسبب انظارين مش بسبب طرد مباشر. لو كان طرد مباشر كان ممكن ياخد اقاف مباراةين. كان هو بعد مخد طرد بسبب انظارين. يبقى هو هو يغيب بس عن مباراة البنك الاهل. وبالتالي هنشوفه في مباراة القمة. واللي اكيد اكيد مباراة القمة اخدت شكل مختلف بعد المستوى اللي شفناه النهاردة من النادي الاهل. ودخول بيرسيتاو اللي فعلا 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 ادى بريق للفريق وادى طعمه مختلف للنادي الاهل في الدوري. ودايما نحب نشوف النوعية اللعيبة دي بالضبط زي الموسم اللي جيه في نادي بيرامدز. لما جاب هذا الكم من اللاعبين بصراحة زي كينو. ساعتها كان معاه مجموعة من اللاعبين المميزين جدا جدا من الامريكا اللاتينية. ادوا الفرقة شكل مختلف. ده اللي ان شاء الله هنستناه من النادي الاهلي. المرة الجاية نشوف البطش البنك الايف طبعا هنكون معاكو فيه. عشان باتتقولوا هنعرفين نظام. بعد كل مباراة ان شاء الله في الدوري احنا. بنطلب معاكم لايف. اي مباراة اهلي وزمالك في لايف قبل وغراب. بنتناقش. على انا طبعا ويه اصدقائي ويه زمالي في يلا كورة. بنتناقش معاكم على التشكيل. اه توقعات كل واحد يقول وجهة نظره. والله انا شايف النهاردة ده هيبقى نجمل فريق. ده انا شايف ده هيبقى احسن واحد. لا كانش ينفع يلعب بالطريقة دي. لا كان ينفع يلعب بالطريقة دي. ده الساعة اللي قبل كل مباراة. بعد المباراة ان شاء الله. اه هيبقى برضو انا وزمالي هقوم معاكم. عشان نحلل المباراة تكتيكيا او فنين. او حتى نتكلم بشكل نقضي بعيد عن التحليل. في ناس بتحب التحليل في ناس ما بتحبش. بس انا هبقى يعني واخد التسكاية بتاعة مباريات النادي الاهلي. ومع عيمان جلبرت وزمالي محمد يحيا وابراهيم. وبقية الشباب في يلا كورا هياخدوا مسئولية مباريات نادي الزمالي. وان شاء الله حتى لو برضو في مباريات تبقى حد يعني ممكن تبقى قوية شوية. مثلا ممكن والله ليه ممكن نادي فيوتشر السنة دي. برضو احنا مستنين منه قلاء مع سكواد كويسة. نادي فاركو برضو ربما اتغلب اول مباراة لكن برضو فرقة مصنوعة بشكل جيد. الفرقة دي برضو في بعض المباراة ممكن تقلقى مباراة سخنة مع نادي. نادي بيرامدز اللي النهاردة برضو عمل مباراة ممتازة قدام مصر المقاصة. وقدر يكسب اتنين واحد. ممكن برضو ليه لقى نطلع لايف فيها ونتكلم عليها. مش ما يبقاش بس الامر محصورة على مباريات الاهلي والزمالي. لقد اكيد مباراة الاهلي والنادي الزمالي بيبقى هي الاكثر جماهيرية وتبقى هي الاكثر طلبا من محبين يلاكوا. ده كان تحليلنا النهاردة مباراة الاهلي والنادي الاسماعيي اربعة صفر. بداية رائعة لبيتسو موسماني. تخفف الضغط شوية اللي كان عليه خلال الفترة السابقة. بيرسيتاو كان الجو من كل الناس النهاردة طبيعي بعد الاداء الرائعة اللي احنا شوفناه فعلا كلنا تمتعنا بالمباراة. اتمنى نشوف الاداء اللي بيتقارن. نتمنى تشوفين المستوى ده بيتقارن كتير. وبإذن الله نستنى بقى زي ما توقف تكره ده من السؤال ده مهم قوي. طسق لبيتسو موسماني هتعمل ايه مع الفريق اللي ضيع عليك اربع نقاط السادة اللي فاتت في الدولة. الاستمرارية شيء مهم. نقطة مهمة دي قبل بنهي لازم اقول نقطة دي نقطة مهمة. الاستمرارية هي المخياس عند البطن. مش الانفجار مرة واحدة. النهاردة بيرسيتاو وبيتسو موسماني في التاتة 4-3 انفجروا. ابداع انفجاري. الاستمرارية قد ايه? هنا الاجابة هو ده السؤال بقى. الاجابة عن بيتسو موسماني. الاستمرارية عشاك اللي شوفناه النهاردة. هتبقى القد ايه? كل ما تستمر اطول كل ما احنا نتيقن ان انت متمكن من اللي انت عملته. ما جاش ما اقدر بتحص. دي نقطة مهمة قوي 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 قوي. لازم اواخدين بالنا منها. اه هنستنى الاجابة من بيتسو موسماني ومن النادي الاهلي في وجهة نظري. فعلا الاداء ده خلى كل واحد بقى مستني النادي الاهلي لعب ماتش كل يومين من جمال وروعة الاداء اللي احنا شوفناه النهاردة. كنت معكم كريم سعيد. تحليل ماتش الاهلي والاسماعيلي. اربعة صف. مبروك النادي الاهلي. مبروك الجميع النادي الاهلي. ونشوفكم ان شاء الله يوم الحد خلي بالكم. يوم الحد. يوم هيبقى قوي جدا جدا جدا. نلت الزمالة بخمسة ونص. نلقيها بتساعة تمانية. طبعا بخلاف مباراة اوروبا. واللي برضه هنحاول ان شاء الله نغطيها معكم في لايفات. بس اكيد طبعا فقط جاية كلها ضغط. بس يوم الحد ان شاء الله استنونا في لايف جديد من تحليل مباريات الدوري مع يلا كورا. كنت معكم كريم سعيد.